فإيه اللي يحصل النهاردة؟ خلي بالكم مشاكل بتتوالى الحقيقة يعني مثلا ماتش مبارح بتاع البيرامدز ده اللي تقطع فيه نور والحكم في الآخر لغى اللقاء ولجنة أو يعني ربطة الأندية طلعت الأول كلام نيابة عن أو تصريحات من النقب أحمد دياب ورجع وقالك لأ ده احنا هننتظر انتهاء الأسبوع أو نهاية الأسبوع انه يخلص وبعد كده نشوف تقرير مراقب المباراة لكن في الأول قالك لأ الماتش ده هيتعاد وبالكامل يعني حتى مش هيبقى فيه الطارد الهانس للمانجون هيتعاد بشكل طبيعي ولكن طبعا بعد ما نادي بيرامدز طلع بند في الليحة بيقول ان القهربة لو قطعت يتحمل صاحب الأرض اللي حصل ويعتبر مهزوم 2-0 طبعا فيه أمور في اللوايح والحقيقة تلاقي ايه بند مكتوب فيه كده وبند آخر مكتوب فيه ظروف قهرية تقعد المباراة طيب ما هو احنا مش عارفين بقى الكهرباء ده ظروف قهرية ولا من ظروف قهرية لكن في الآخر يجي يقولك ان قطاع الطارد الكهربائي لا يعد عزرا قهرية دي اللايحة أمام حضراتكم يعني مكتوب فيها يعني في حالة تعطل أي مباراة قبل انتهاء نظرنا لظروف قهرية تعاد المباراة فيه موعد تحدده وإدارة المسابقات ده اللي بيستند عليه مثلا النادي سموحة وإدارة المسابقات اللي تلقى تقالت ان المباراة هتتعاد بس رجعوا بعد كده وقالك ايه احنا احنا هنستنى الأسبوع ونشوف مراقب المباراة هيقول ايه لكن في الآخر كان فيه قبله في حالة تعطيل أي مباراة قبل نهايةها بما لا يمكن حكم اللقاء من استكمالها نظرا لدخول مشجع الفريق المتسبب في جمهوره في تعطيل المباراة إلى أرض الملعب ووقع أعمال شغب يعتبر الفريق المتسبب مهزوما بنتيجة تنصف ده ما حصلش ثم بقى بيجي ايه في حالة انقطاع الطائر الكهربائي لمدة 45 دقيقة متصلة أو متقطعة في المباراة التي تلعب تحت الأضواء أو في حالة انخفاض الإضاءة بما لا يمكن حكم اللقاء من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة تنصف أيا كانت نتيجة اللقاء ولا يعتبر انقطاع الطائر الكهربائي ظرفا قهرين طبعا يعني عرفش بقى انت هتروح للبند ده ولا هتروح للبند اللي تحته الحقيق بس يعني مش عارفين هل ده انقطاع الطائر الكهربائي ده هيعتبروه هيعتبروه أنا بقول هيعتبروه في لجنة المسابقات وربطة الأندية ظرفا قهرين ولا ايه اللي هيحصل عمتا اللي بند واضح ان اللي هيعتبر مهزوم في المباراة هو نادي سموح لانه صاحب الأرض واللي حصل ده حصل على أرضه لكن هننتظر برضو كلام مرائب المباراة على حسب طبعا تصرحات ربطة الأندية ولجنة المسابقات وانتهاء الأسبوع ثم بعد كده ايه اللي هيحصل طيب احنا بنتكلم كده لان انا ما زلت طبعا عندنا بيان نادي للتحاد السكندري في المباراة النهاردة وشكوالي على التحكيم النهاردة وزي ما بقولوكم كده المشاكل بتتوالى تتوالى على المسابقة السنة دي الدور المصر حقيقة فيه مشاكل كتير السنة دي ما عرفش ليه والحقيقة وانا بتكلم على بيرامدز وانا بتكلم على ماتش بيرامدز انا مش عارف ليه ربطة الأندية ما تطلعش تقول يا جماعة اللايحة بتقول كذا انتهى الماتش بالنتيجة كذا ما تطلع تقول خليك قوي مش عندك لايحة يعني ما تسايتس ما تحاولش يبقى فيه سياسة ومسايتسة لده ولا لده ولا لده عمتا عمتا احنا مع بعض كده اللي هي نهاية الاسبوع قريب خلاص يعني نهاية الاسبوع يعني اعتبر خلاص كده خلص هننتظر بكرة